بسم الله الرحمن الرحيم من قناة افكار ويدا بحييكم النهاردة ان شاء الله بكلمكم عن التوم التوم اهنا بنا فيه نوعين منه التوم الانسة والتوم الزكر التوم الانسة كلمت عنه في الفيديو اللي قبل ده ان شاء الله هسيبه لكم وهاسيبه لكم في علامة الاي اما التوم النهاردة اللي بتكلم عنه هو التوم الزكر ازاي احنا نقدر نعرف ان ده توم انسة وتوم زكر الطوم الأنسى اللي هي بتكون راسي الطوم فيها فصوص كتيرة وبتكون صغيرة في حجمها بيكون لونها أبيض أو لونها لون القشرة أبيض أو لون القشرة أحمر أما الطوم الزكر فهو بيكون عبارة عن أنه بيشبه البصلة الفص بتاعه بيكون كبير ممكن راسي الطوم الوحدة بتكون عبارة عن فص واحد أو فصين فبتكون الفصوص كبيرة وبيكون لونه برضو بالإشرة بتاعته لونها أبيض أو لونها أحمر بنشوف إيه الفوايد اللي موجودة في الطوم الزكر بنقول إن الطوم الزكر فيه العديد من الفوايد اللي بتفوق فوايد الطوم الأنسى من ضمن الفوايد دي إن الطوم الزكر بيحتوي على الكثير من الألياف المغزية وكمان بيحتوي على مواد كتيرة مطهرة للمعدة وهو بيعتبر من أقوى المضادات الحيوية الطبيعية الطوم كمان من المواد اللي بتستخدم في التطهير والتعقيم وطبعا بيحتوي زيه زي البصل على معدن الكبريت الطوم الزكر من فوايد إن هو بيقوم بعلاج مشاكل الإشرة الموجودة في فروة الراس وكمان بيعمل على تقوية خصلات الشعر وبيساعد على زيادة نمو الشعر وبيخلي الشعر أكتر صحة ولمعين كمان الطوم الزكر بيعمل على تأخذ ظهور الشيط في الشعر وبيعمل كمان على زيادة الكدرة الجنسية لدى الزكر اللي هو الرجال يعني كمان الطوم الزكر بيعمل على زيادة الحيوانات المنوية بخصوص الرجال وبيزود إنتاجها في الخصياتين وبيعمل كمان على التخلص من التشوهات الموجودة في الحيوانات المنوية وبالطريقة دي بيزيد من فرص الإنجاب لدى الرجال كمان الطوم الزكر بيعتبر من أحد المواد المحفزة للرغبة الجنسية للرجال والنساء وكمان هو من المواد اللي بتعمل على تخلص الجسم من الدهون السلاسية اللي بتعوك الأوردة الدموية وكمان الطوم بيعتبر من أحد أهم المواد المفيدة والمغزية للقلب وبيقب من أمراض القلب والجلطات لأنه بيعمل على تخلص الجسم من الدهون السلاسية اللي بتسبب انسداد الشريين أو تصلب الشريين كمان من فوائد الطوم إنه هو من أهم المواد اللي بتعالج ارتفاع ضغط الدم كمان بيعتبر من المواد اللي بتساهم في التقليل من أثار التعب والإرهاق اللي بتحدث للمرأة في فترات الحمل الأولى وبيساهم كمان في التخلص من مشاكل البواسير بيعتبر كمان إن الطوم من أقوى المضادات الحيوية لأنه بيعمل على زيادة قدرة المضادات الحيوية داخل جسم الإنسان فبالتالي بيعمل على تقوية مناعة الجسم ضد الأنفلونزا والفيروسات وأمراض الجهاز التنفسي كمان بيعمل على تقوية مناعة الجسم ضد البكتيريا والجرسيم والفيروسات كمان بيخفف من أمراض الجهاز التنفسي زي المرض الإلتهاب الرئوي وأمراض الجهاز التنفسي كمان بيعتبر من أهم المواد اللي بتعمل على تخليص الجسم من السموم والجرسيم الموجودة في الكلا والدم بنشوف كيف يمكن تحصيل فوائد التوم الصحية او ايه هي طرق استخدام التوم اول حاجة ممكن نتناول التوم ني يعني ممكن اهرسه واتناوله ني على معدى فارغة ازا ما كانش فيه امراض في المعدة وزي القولون العصبي او المعدة اللي فيها الكرح او فيها الالتهابات اه لو ما كانش فيه اه كانت بعدة فيها الالتهابات وفيها التقيحات او فيها الكرح ممكن ان انا ابلع فص التوم السليم زي ما هو او ممكن اطبخ التوم مع الاصناف الغذائية المختلفة بالطرق اللي احنا عارفنا اه كمان ممكن اتناول التوم المهروس مع العسل ممكن اتناول التوم المهروس مع الزبادي اه كمان اه ممكن اشوي فصوص التوم وخصوصا التوم الزكر بتكون فصوصه كبيرة زي ما بنشوي البصر. منشوف دلوقتي افضل طريقة والتوقيت المناسب لتناول التوم للاستفادة من فوائده الصحية. منقول ان اه فيه طريقة ان انا ممكن اعطى فص التوم من تلاتة الاربع كطع وحطهم على معلقة واضيف ليهم بكطرات من العسل واسبهم لمدة دقيقتين حيث يتفاعل التوم مع العسل وممكن اشربهم يعني احط يعني ابلعهم في بقي واشرب وراهم مية. مية دافية او مية شرب عادية بحيث انها ما تكونش مزعجة لي. دي طريقة. فيه طريقة تاني ان انا ممكن اخلط عشر فصوص من التوم المفروم مع خمس معالق كبيرة من العسل وخزنها في علبة او في طواء. اه واتناولها طول اليوم على كزا مرة. يعني مش لازم اكلهم في مرة واحدة. اه خصوصا لو انا اه صعب علي اتناولهم مرة واحدة. او ممكن كمان اتناولهم على عدة ايام. بس اكون حطاهم في علبة زجاجية او برطمان زجاجي محكم الغلق واحفظوا في التلاجة مدة اسبوع. اه افضل وقت لتناول التوم. اه كمان نسيت تاني من ضمن طرق تناول التوم الني او التوم الطازج. ممكن اعمله على السلطات. ممكن كمان ان انا اعمله مخلل مع البزنجان. ممكن كمان اعمله مع الطماطم. سلطة الطماطم. يعني فيه كزا طريقة لتناول التوم الطازج او الني. اه ما بقدرش على التوم الطازج او الني رائحته الكريهة او طعمه المزعج او انا مقدرش عليه ممكن اتناوله مطهيق مع الاصناف الطعام الاخرى. ابنشوف دلوقتي افضل وقت لتناول مزيج التوم والعسل هو في الصباح الباكر. لان تناول لو كخط التوم نيل وحده ممكن يسبب حموضة. لكن لما امزجه مع العسل هيخفف من اثار المزعجة للتوم. هنشوف دلوقتي فواية تناول مزيج العسل مع التوم في الصبح. بيساعد خليط العسل والتوم في التعامل مع التهابات المعدة وبيعالجها بطريقة طبيعية. لان التوم يعتبر مضد رائع للاجسدة. كمان المزيج ده بيساعد على عملية انقاص الوزن. التوم اصلا بيعتبر مميع طبيعي للدم عشان كده بيساعد على استقرار ومنستويات ضغط الدم والكولوسترول. كمان العسل مفيد لمرضى القلب لانه بيخفض مستويات الكولوسترول الدار. التوم بيعتبر مصدر رائع للمضادات الحيوية ومركبات الكابريت المضادة للفطريات اللي مش بس بتحمي من الالتهابات لا وبتعالج كمان نزلات البرد والسعال. التناول التوم مع العسل على معدة فرغة بتعالج حالات ارتجاع الحمض في المريء اللي بنسميه الابتداد المريئي او الارتجاع المريئي. التوم في تناوله بيكون ليه اضرار وليه اثار جانبية. من اهم اضرار الافراط في تناول التوم الزكر انه هو بيسبب تلف الكبد. لان السلاك المفرط للتوم على صحة الكبد رغم احتواءه على مضادات الاكسادة. ولكن الافراط في استخدام بيسبب تسمم الكبد. او يجيب اللي هو مرض الكبد الوبائي من ضمن اسبابه. تاني حاجة انه هو بيسبب ريحة كريهة. آآ بتناول آآ التوم بكسرة عشان يستفيد به. ده اعتقاد خاطئ. آآ حتى لو هو نظف اسنانه بفرشة والمعجون. فبرضو بتفضل رائحة التوم الكريهة تنبعث منه. وده طبعا بيأثر على الاشخاص المحتين به. وبيكون فيه بينه وبين الناس ما بيقدروش ان هما ايه يقربوا منه او يتعاملوا معي بسبب الريحة الكريهة. كمان من ضمن اضرار التوم الزكر آآ انه هو آآ لما بنتناوله على المعدة الفارغة آآ بيسبب بعض حالات الغسيان والكيء والحمودة المعوية. عليهم الاحتراس اسناء تناول التوم لان ده هو اصلا بيخفض الضغط الدم المرتفع. فلو الضغط الدم منخفض واخدنا افرطنا في استخدام التوم كده هيكون فيه اضرار وخيمة. آآ كمان آآ بنقول ان بيؤدي لتفاكم النزيف. لان آآ بيزيد التوم من خطر النزيف. علشان كده آآ بننصح الاشخاص اللي هيقدموا على العملية جراحية. انهم يخبروا الطبيب. او لو الطبيب نسي يقول لهم آآ ما يبعدوا عن تناول التوم لمدة اسبوعين قبل اجراء العملية. مستوى السكر. وبيقل بنقص الضغط. فالمفروض قبل اجراء العملية الجراحية ان احنا نبعد عن تناول التوم. كمان بيتسبب بحدوث تعرك غزيرة عند بعض الاشخاص. يعني بيخليهم يعرقوا اكتر. آآ كمان بيتسبب الافراط في تناول التوم عند بعض الاشخاص بشعور بالدوخة. آآ ويجيلهم دوار. آآ اوقات برضو بيسبب حدوث اجزيمة او طفح جلدي عند ملمسته للجلد. يعني آآ لو آآ كانت مثلا الشخص استخدم توم مهروس بايده بصوابع ايده من قبل ما يخسلها آآ لمسة جلده او لمسة عيونه بسبب آآ تهيج او اجزيمة. السبب ده بيرجع لوجود بعض الانزيمات المحددة اللي موجودة في التوم. اتمنى ان احنا نتجنبها. اتمنى ان احنا نستفيد بفوايد التوم على اساس ان احنا نستخدمه لاستخدام المعتدل. ونبعد عن الافراد في تناوله لكي نستفيد بفوايده. بكده الفيديو بتاعي انتهى. ما تنسوش تحطوا اللايك. علشان الفيديو ينتشر. آآ وكمان تشجيع ليا. آآ بكده ما تنسوش اللايك والشير. وحبايب اللي لسه ما اشتركوش. اتمنى انهم يشتركوا ويفعلوا الجرس على الكل. بحبكم في الله. مع احنا نعمส ب inne. اشتركوا في القناة